واعتقد انه بينال كذلك شعبية كبيرة في عالم البنات عالم البنات اللي انتم مش عايزين تفهموه خالص ده جالكم فيلم زي باربي بيحاول يشرح لكم وانتم ما فيش فايدة فيكم خالص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقالا وسهلا بكم في حلقة مراجعة جديدة من فيلم جامد والحلقة النهاردة حنتكلم فيها عن فيلمين هما باربي وبلو بيتل احنا النهاردة مش في ستريم مش زي عادتنا مؤخرا وده ملوش سبب واضح قوي هو زي ما انتم لحظين كده فيه تغييرات بتتم في الستوديو بتاعي عملت ستريم من ستط جديد اكتر من ستريم كمان وفيه بعض الحلقات طلعت وامور زي دي ولكن ده مش بالزبط اللي انا بخططله او مش بس اللي انا بخططله هو الهدف الاساسي من توفير مساحة اكبر شوية لصناعة المحتوى في اي وقت بدل ما كنا ملتزمين دايما بظروف معينة واعدادات معينة عشان نقدر نعمل بث ونقدر نتكلم فانا بحاول ان انا احرر نفسي شوية من الاوالب المعتادة اللي انا خلقتها بايدي علشان المحتوى يكون اكتر ومتنوع اكتر ونقدر نقول عليه كاجول اكتر او برحته اكتر وان شاء الله باذن الله كل ده يعجبكم فالنهاردة زي ما اتفقنا هنتكلم عن فيلمين الفلمين اتفرجت عليهم في اجازتي انا لسه راجع من فترة سيارة من اجازة كنت في بلجيكا كنت في بروكسل واصدت ان انا اخود تجربة مشاهدة افلام هناك علشان منها ان اخود تجربة جديدة وانا تحدثت عن التجربة بتاعت الرحلة بالكامل مع تجربة دخول السينما في بروكسل فحلقة على ستريم جامد مع معاد نشر الحلقة دي ممكن تكون نشرت بالفعل او على وشك انها تنشر وان شاء الله باذن الله حتلاقوا لينك لياه في الديسكريبشن لو ما كانتش موجودة بمجرد لما توجد هحط لها لينك في الديسكريبشن عشان تعرفوا معايا التفاصيل دي كلها في منقشة النهاردة هحرص على عدم الحرق في الحدود اللي انا معتدها في عدم الحرق اللي هي مرتبطة شوية باللي كان موجود في التريلر او باللي ما يفسدش تجربة المشاهدة على اللي بيتفرج على الفيلم الاول مرة هنبتدي بباربي وفيلم باربي هو القطب التاني لموسم الصيف السنادي يعني احنا لما نيجي نتكلم على صيف 2022 سيتم تذكره دائما بانه الصيف بتاع وصيف 23 سيتم تذكره دائما بانه هو الصيف بتاع اوبنهايمر وباربي او اوبن باربي او باربي هايمر ولا مش عارف ايه الحاجات اللي انت قلتوها دي كلها وبصراحة انا كنت مبسوط جدا بكل الاجواء دي بكل الاراء اللي اتقالت فيه بحرص الناس انهم يخشوا الفيلمين في السينما ويتكلموا عنهم انهم يثيروا خناءات انهم يقولوا اراء كتير ذكية واراء كتير جدا مش دكية مش مهم مهم ان كان فيه نقاش وان كان فيه اهتمام بالسينما وهو دوت اللي يخصني واليهمني اكتر حاجة في الموضوع فيلم باربي هو الاكتر تحقيقا للارادات على ما اعتقد هذا العام وبيتقدم بسرعة جدا في اللائحة التاريخية لاكتر الافلام تحقيقا للارادات حقيقة انا مش عارف دلوقتي موقعه بقى اعمل ازاي ولكن دي نتيجة طبيعية لما يمثله الفيلم من امور ناس كتير بتنساها سواء وهي بتتفرج على الفيلم او قبل ما تدخله او بعد ما ما تفرجت عليه او اثناء ما هي بتتفرج عليه ان هو فيلم عائلي ممكن يكون بناتي في كتير من التوصيف بتاعه بيدور عن عنصر مهم جدا في الثقافة الشعبية التاريخية على مستوى الالعاب وهي لعبة باربي اللي كانت بتشكل جزء مهم من طفولة عدد كبير جدا من البنات ان لم يكن كل بنت على وجه الكوكب من ساعة لما اللعبة دي ظهرت لغاية النهاردة ولغاية المستقبل كمان ودي حاجة للامانة لو محدش شاف الفيلم ومهتم يشوف الفيلم لو دخلنا على صفحة الويكيبيديا بتاعت متل الشركة اللي انشأت او اللي ابتكرت لعبة باربي قرينا شوية خدنا فكرة عن التاريخ حيساعدنا جدا اثناء المشاهدة في التفرقة ما بين حاجتين مهمين قوي ما هو رسالة ما هو خطاب وما هو تكريم للارث بتاع هذه اللعبة وفعلا الفيلم لو الواحد وهو بيتفرج ما عندوش ادراك للحطة بالتحديد ممكن يلخبط الاتنين على بعض يفتكر ان كل حاجة بتتقال رسالة وهو طبعا انا مش في موقع ان انا ابرق الفيلم من ان كل حاجة قالها او من ان حاجات معينة قالها ما كانتش رسالة على سبيل المثال الرسالة او التاج لاين الاساسي بتاع الفيلم باربي is everything he is just can دي ممكن تكون رسالة انا ما ببرقش الفيلم من انها رسالة ولكن هي مش رسالة لما يجب ان يكون عليه الواقع هي رسالة لما تمثله لعبة باربي لان باربي كلعبة لما تتعمل من النسخ كتير جدا تتعمل منها الطبيبة والمحامية والرئيسة والدكتورة والطيارة والرائدة الفضاء ومعرفش مين وكان دوات واقف بس بالقميس مفتوحة على الشط عايش فيها دور الشب الجميل والدنجوان وخلصنا على كده فحتة التفريق دي ممكن تساعد شوية في ان انا عرف افرق ما بين الكنين وان كانت مش هتساعد كتير في اني اطلع باستفادة معينة او بشكل مركز على ما هي رسالة الفيلم وهي دي مشكلة الاساسية مع الفيلم بس قبل ما نخش في التفاصيل دي خلونا نتكلم بسرعة عن القصة القصة بتدور ما بين عالمين العالم الحقيقي اللي احنا كلنا عايشينه وعالم باربي لاند اللي هو العالم اللي عايش فيه هذه الالعاب كما كان يجب ان يعيشوا بناءا على تصميمهم عشان كده مهم جدا احنا بنتفرج ان احنا نعرف ان الفيلم بيدور عن مجتمع مختل مجتمع لا يصلح اصلا مجتمع الباربي فيه كتير قوي ومسيطرين على كل شيء والكنز او التمثيل بتاع الذكور او الرجالة يعني مجرد خيال كده ليس له قيمة على الاطلاق وانا بقول ان هو مجتمع مختل وغير صالح مش قصد ان انا انتقد سيطرة النساء في هذا المجتمع انا قصد ان هو مجتمع لا يمكن ان هو يعيش او يستمر وهو دوت الفيلم نفسه بيقدمه لان في مرحلة معينة باربي اللي بتقوم بدورها مارجوروبي او الباربي النمطية الجميلة الحلوة المنصقة الزريفة اللي كل الناس عايزين يبقص حبها وكل الناس عايزين يسهروا معاها وملهاش وظيفة معينة وملهاش اي اهمية في الحياة حاجات مهمة جدا نلاحظها واحنا بنتكلم على موضوع الرسالة او موضوع الفلسفة اللي الفيلم بيحاول يتبناها كله جميل كله حلو الباربيهات كلهم عايشين في سعادة والكنات كلهم عايشين في حالة من حالات الارتباك المختلط بالسعادة الظاهرية كذلك لغاية لما في يوم من الايام باربي بتبتدي تنتبه عدد من الافكار السوداء بتخرجها تدريجيا من شكلها الجميل ده لبعض الصفات الاخرى اللي بتشعرها بالتوتر فبتسعى للاجابات وبتنصح بانها لازم تتجه للعالم الحقيقي عشان تجيب البنت اللي بتلعب بيها علشان تعرف ايه التحول اللي حصل ده في شخصية البنت وانعكس على شخصية الباربي وادى الى ذلك وبتنطلق المغامرة من النقطة دي عشان نشوف يا ترى ايه اللي حيحصل حاسس ان الاهتمام الرئيسي بتاع اي حد في الدنيا حاول يتفرج على الفيلم ده او بيسعى لقراء حوله هو السؤال بتاع الفلسفة الرسالة برح كنا في بثة عند علاوي كنا بنلعب فيفا وفي حد قال كومنت انا اسف ان انا اتحكت على الكومنت بس هو كان شكله غريب و هو مكتوب بالعربي ان الفيلم مليان فمينسب بالسين ولا يمش قصدي بس هو كان شكله يدحك و هو مكتوب بالعربي مش اقتر من كده وكان لقى تعقيم مهم جدا عن الموضوع انك لو دخلت فيلم باربي و فوجئت بانك لقيته مليان فمينزم و رسائل نسوية ده بالظبط زي اللي بيخش فيلم في عالم ده فاستان دافيريس و بيتضيق لانه مليان عربيات ما الجواب باين من عنوانه انا فيلم اسمي باربي غرقان بينك بقول ان البنات هم كل حاجة والرجالة حاجة واحدة يعني هو فيلم مش بتاعك لو انت عاوز تخش تتفرج عليه علشان تشوف او تحكم بعين المشاهدة العام او بعين الناقد على التجربة بتاعته بشكل عام ما ينفعش تخش فقط علشان تنتقد الرسالة وتتكلم فيها بس بما انه هو ده الموضوع اللي يهم كل الناس فخلونا نبدأ بيه على طول رسائل الفيلم متشعبة ومتفرقة ومشكلتها في النهاية لا تؤدي الى اي شيء له اي معنى على الاطلاق مشكلتي مع رسائل الفيلم انهم زي ما بيقولوا بالانجليزي كل مرة بندي سيناريوهات تؤدي لرسائل اولا مشكلة كبيرة جدا ان الرسائل دي لازم تتقال في النهاية بشكل خطابي مباشر ممكن يشعر اي مشاهد في الدنيا بالانزعاج وهو بيتعرض له ثانيا لما نيجي نبص على مجمل الرسائل دي اللي في بعضها تعقيب تاريخي على الارث بتاع اللعبة تأثرها على الاجيال السابقة تأثرها على الاجيال الحالية وضع المرأة في المجتمع ساعتها وضع المرأة في المجتمع الان ما يجب على المرأة ان تركز عليه الان شكل المجتمع القامع للمرأة شكل المجتمع المتجاهل للرجل لماذا شعر الرجل بانعدام قمة داخل المجتمع لو حاولنا ان احنا نجمع الحاجات دي وحاجات تانية كتير ونحاول نركزها في شعاع واحد مستحيل لان هو كتير منها اصلا بيتضاد مع بعضه وبيتضرب مع بعضه وبيتعارض مع بعضه وده شيء ازعجني الى حد كبير لما انضف له كذلك ان الفيلم دراميا مش موجود مفيش هو مفيش حدوتها مفيش اي داعي للارتباط باي شخصية فيما هو ابعد من الكوميديا لان هو دوت العنصر الوحيد الناجح والمميز طوال احداث الفيلم وحتى انا بقول الكلام ده كله الذي يبدو سلبي في ظاهره انا ما بقولش ان الفيلم وحش انا استمتعت بيه كتير جدا ووحدات الرسائل بتاعته في كتير منها تحترم منه طريق الطرح وفي كتير منها تحترمه هو شخصيا ولكن في النهاية ما اقدرش اقول ان انا وانا بتفرق شعورت بملل او حسيت بان يعاوز الفيلم ينتهي او ما حسيتش بتواصل مع بعض عناصر التميز اللي فيه واللي منها الكوميديا زي ما اتفقنا واللي رسولها الاساسيين هم رايان جوزلينج في دور واحد من الكنز وكيت مكينن في دور باربي المهملة اللي بتلجأ لها باربي الستيريوتيبيكل او النمطية علشان تاخد منها نصيحة في اللي المفروض تعمله عشان تصلح من وضعها ومن وضع المجتمع اللي حواليها دي من الادوات النكحة جدا اللي بتساعد المشاهد على الاستمتاع بالتجربة من اول لحظة في الفيلم اللي لنهاية الفيلم بالاضافة لعنصر تاني مهم جدا 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 وهو التجربة البصرية والسماعية المتميزة جدا في الفيلم ده لما نيجي نتفرج ونركز شوية مع الدكورات اللي موجودة مع درجة الالوان واسلوب الاضاءة اللي بينقلك ما بين العالم الحقيقي وما بين العالم بتاع باربي لاند الملابس والتصميم بتاعها في كل مراحل الفيلم الاستعراضات والاغاني جميلة جدا ومرتبطة بشكل مباشر مع الكوميدي عشان كده بقول انه هم دول الادوات او الثلاتي اللي بيدفع تجربة المشاهدة لدرجة التميز بشكل عام ودي نقطة ممكن فيلم باربي يعلمها لنا واحنا بنتفرج عليه ان فيلم زي فيلم اوبن هايمر مثلا من ساعة لما دخلنا في الجدل بتاع الاي ماكس واكبر شاشة والحاجات داية كلها والناس كلها دخلة او عدد كبير من الناس دخلة مركزة جزء كبير من اهتمامها على تقييم التجربة البصرية وما دا استحققها للتذكرة بتاعت الاي ماكس وكتير منهم تجاهل ما يتميز به الفيلم فعلا الدراما والمواقف والتعقيب التاريخي والتعقيب المعاصر كذلك نفس الموضوع ينطبق على باربي اللي ناس كتير دخلة منه او الاغلبية العظمى من الناس دخلاء علشان تتكلم عن الرسالة علشان تقول موقفها من الرسالة وما خدتش بالها خالص انها بتختبر واحدة من اجمل التجربة البصرية والسماعية في السينما السنادي كذلك على مستوى التكسيد بشكل عام جائزة التميز الاولى لازم تذهب لراين جوزلينج وجائزة التميز الثانية لازم تذهب لكيت مكيننن اما بقية الادوار كل حاجة ناقصها حاجة امر جروبي هي اختيار توظيفي لا جدال عليه بكل تأكيد وما اعتقدش ان ادائها كان فيه مشاكل ولكنها تضررت جدا من غياب القيمة الدرامية للأحداث القدرة بتاعت المشاهد على انه يتواصل مع الشخصية بتاعتها لان المعاناة من تناثر وتضارب الرسائل اللي انا حسيت به طوال احداث الفيلم جعلك كمشاهد مش قادر تتبع خطواتها داخل الأحداث مش قادر تعرف في كل مرحلة تساؤلها الاساسي حيبقى ايه وده ممكن يكون ظهر بشكل واضح جدا في نهاية الفيلم في اخر تساؤل خالص في الفيلم بيتطرح سؤال انا طوال الاحداث ما حسيتش اللحظة ان شخصية باربي المفروض تتعرض له من الاساس وبما انها مش عنصر مشارك قوي في الكوميديا لذلك ما قدرش اقول ان حضورها كان مميز في الفيلم لفت ناظري كينغزلي بن ادير في دور واحد من الكنز في باربي لاند من الشخصيات اللي بتختبر الارتباك من التقلب المستمر في ميزان المجتمع جوا باربي لاند او العالم اللي هو عايش جواه حسيت ان الشخصية دي ممكن يطلع منها اكتر من كده وحسيت ان هو كان مؤهل انه يقدم اكتر من كده ولكن مش عارف هم الكنات عموما في احساس عندي بان اغلبهم مشاهدهم تم استبعادها فكرني شوية في بعض الاحيان بالدور بتاع بيل هيدر في تروبيك ثاندر اللي هو الشخص اللي موجود عشان يبقى دراع اليمين بتاع الشخصية الرئيسية اللي بتعمل كل حاجة بايدها اصلا وهو مجرد انه بيطلع صد ازغوط وراه وخلاص دور غريب شوية خصوصا وان كينجز لبان ادير من الناس اللي بينظر لها على ان مستقبلها المفروض يكون اكتر اهمية من ادوار زي دي في النهاية انا عجبني فيلم باربي وتجربة المشاهدة بتاعته كانت ممتعة للاسباب اللي محدش دور عليها ومحبطة لكل الاسباب تقريبا اللي الناس دورت عليها وبشكل عام تقييمي ليه هو 6 من 10 اما فيلم بلو بيتل الفيلم رقم 14 داخل عالم دي سي الممتد او عالمهم السينمائي اللي بيدور عن شخصية هايمي ريس الشاب من الاصول المكسيكية اللي بيذهب لإكمال تعليمه في رحلة مكلفة جدا وبيرجع تاني لبلده ولقصرته بأحلام ان هو دلوقتي بقى مؤهل لنقلهم نقلة اجتماعية اخرى عشان يفاجأ بان المجتمع ما زال يصنفه عرقيا وشايف ان هو ليه وظائف محددة تصلح ليه وقدامه سكة طويلة قوي عشان يقدر يثبت نفسه واثناء سعيه للحصول على وظيفة مناسبة تساعده على دعم المشاكل الكتير اللي بتاخدها عائلته بيقع في مغامرة مع احد الشركات الكبرى في المدينة اللي هو عايش فيها وبيحصل على سندوق السندوق ده بيطلع منه كيان الكتروني على شكل خنفسة بتهاجم هايمي وبعدين بتختلط بيه عشان تحوله لبطل خارق وبتضعوا في مواجهة مباشرة مع شركة كورد صاحبة هذا الجهاز او هذا الاختراع او هذا الكيان من اجل حصاد فوائد هذه التجربة فيا ترى ايه اللي هيحصل زي ما اتفقنا كده بلو بيتل هو فيلم نجح في الوصول للعرض السينمائي داخل عالم دي سي الممتد في بداية عصر جيمس جن وده موضوع مهم شويتين لاننا في المرحلة دي بقى عندنا الجرأة اكتر واكتر ان احنا نقول لمشاريع لا لا مش هتكتملي لا مش هتتعرضي رغم انك اكتملتي لا انتي مش على حجم الطموح اللي احنا بندصله دلوقتي بالنسبة العالم دي سي فلماذا بلو بيتل هو الفيلم اللي اتقال له نعم الحقيقة انا لا اعلم لماذا بلو بيتل هو الفيلم اللي اتقال له نعم لو حضراتكم كنتم مستنيين الناس اللي حيتفرجوا على الفيلم عشان يجوا يقولوا لكم ليه الفيلم ده مهم فللأسف انا ما عنديش اجابة وده مش معناه ان الفيلم وحش الفيلم بسيط ومباشر ونطاقه دايق ولكنه مسلي فانا متفهم جدا ليه في حد يعاني علشان يلاقي اسباب تدخلوا الفيلم ولكن اللي اقدر اضمنه هو انكم لو دخلتم الفيلم مش هتتدايقوا انا ما كنتش عارف اي حاجة عن شخصية بلو بيتل لغاية قبل ما ادخل الفيلم بنص ساعة تقريبا وبعدين دخلت في احوار مع اولادي محمد واسامة وشرحوا لي عدد كبير من الحاجات اللي ما كنتش فهمها اولها ان الشخصية دي مش شخصية جديدة دي من اقدم الشخصيات داخل عالم دي سي وان كتير مما يمكن ان ينسب لها كنسخ من اعمال اخرى هي في الواقع اختراعات اصلية في خط القصة بتاعته هل ممكن تكون هي دي الاسباب اللي شجعت الستوديو انه يترك الفيلم ده يتعرض سينمائيا ما اعتقدش ولو حاولنا نجاوب على السؤال ده بالتحديد ممكن نلاقي شوية عناصر تشجع على ذلك استهداف المجتمع المكسيكي داخل امريكا واعتقد ان ده موضوع لي اهمية سياسية كبيرة تقديم بطل خارق مراهق داخل عالم دي سي بصورة ايجابية على الشخصية وعلى الممثل اللي بيجسدها وده لاننا ممكن نجادل بان ده فلاش في نقطة معينة كان بطل خارق مراهق ولكن الممثل لا يعكس اي صورة ايجابية على الاطلاق بينما شولو ماردوينا بطل الفيلم واللي اهم بشخصية هاي مريس ملاك طير على الارض الولد نال اعجاب شديد جدا من كل اللي شافوا الفيلم او كل اللي تابعوه في مسلسل كوبرا كاي واعتقد انه بينال كذلك شعبية كبيرة في عالم البنات عالم البنات اللي انتو مش عايزين تفهموه خالص ده جالكم فيلم زي باربي بيحاول يشرح لكم وانتو مفيش فايدة فيكم خالص وموضوع عالم البنات ده وات ممكن يكون سبب لوحده كذلك وهو قرب الشخصية اكتر واكتر من الفئات السنية الاقل شوية وممكن ده يكون بيوسع قعبة المشاهدة والمتابع العالم دي سي الممتد وللامانة لازم اسجل رأيي انا بصراحة ما بحبش الولا شولو ماردوينا ده اصلا يعني انا من الخمسة ستة في العالم اللي الفضلين بيتفرجوا على كوبرا كاي ما بين المعسكرين طول احداث المسلسل وانا دايما بشجع المعسكر اللي هو مش موجود فيه في اي لحظة تحارف مستدقل ده مؤامل ايه في نفسي معلينة يعني ده موضوع مش مؤامل الفيلم على مستوى التصنيف هو قصة اوريجن هي قصة بداية البطل الخارق بلو بيتل او الجانب الانساني بتاعه اللي هو هايمي ريس في افكار كتيرة جدا ومصطلحات كتيرة جدا بتتقدم داخل الفيلم ده ومش بالكامل مما يعني انه على ما يبدو هيكون فيه استثمار اوسع من كده للي تقدم في الفيلم ده مفاهيم زي السكارب زي الاوماك حاجات مهمة والناس هتلاحظها لما تتفرج على الفيلم وممكن كمان تحكم على مدى اهميتها للمستقبل بس بشكل عام الفيلم حسسني عارفينه سلسلات ديزني اللي كانت بتيجي العصر بتاعة ولد او بنت عندهم قدرة استثنائية بشكل ما وكل ما يجوا يستعرضوها الناس تتحك وعندهم دائرة اصدقاء او عائلة والغرض الاساسي هو الكوميديا وكلام زي ده وانا بتفرج على الفيلم تصدرلي بشكل قوي جدا الصورة دي جانب الشر المتمثل في مؤسسة كورد ورئيستها او مديرتها فيكتوريا اللي بتقوم بدورها سوزن سارندن كذلك لو تفتكروا كانت دايما عندي الصورة داية من افلام يونج آدلتس والامور اللي زي دي بان الممثلين الكبار اللي هنا جايين زي ما يكونوا اولياء امور انا حسيت بداية جدا في الدور بتاع سوزن سارندن اللي كان نمطي بشكل كبير جدا بينما جانب الشر الفرعي المنبثق من كورد داية اللي هو كاراباكس حقيقي عنده تاريخ حقيقي عنده تهديد حقيقي عنده تطور ويمتميز في حدود القصة وطبيعة الفيلم اللي انا شرحتها لكم دي كده احنا اتكلمنا عن ليه الفيلم دا ممكن يكون اتعامل ليه وصل لانه تعرض ولكن ما اتكلمناش على حقيقي ما يميزه ما يميز الفيلم هو ديناميكية بتاعة عائلة ريس الاب والام والعم والاخت والجنان الدائر ما بينهم طوال احدث الفيلم محدش فيهم شخصية متورية او تنتمي فقط في الخلفية كلهم بياخدوا مركز الاضواء في اوقات متفاوتة وكلهم متميزين وبالاخص شخصية الجدة وشخصية العم اللي جسله جورج لوبيز اعتقد اصلا ان حاجز المشاهد امام اللي استمتاع بالفيلم بيتكسر باللي بيعمله جورج لوبيز فجأة هتلاقي نفسك بتريد تبتسم وفجأة هتلاقي نفسك بتريد تضحك وفجأة هتلاقي نفسك بقيت جوه الفيلم لو حد متصور ان الفيلم دوت فيه ابداعات او انجازات على مستوى التجربة البصرية او الخدع او التسلسلات بتاعة الابطال الخارقة او الامور دي كلها مفيش قوي مفيش مشاكل بس مفيش تميز في نفس الوقت شولو ماردوينا اساسا تم تجنيبه كل المشاهد اللي ممكن يكون فيها تحديات جسدية لانه بيتحول بالكامل لبلو بيتل بس في النهاية مشاهد الاشتباك اللي ما بين بلو بيتل وما بين كاراتاكس في مراحله المختلفة حقيقي كويس اما الاخفاق الواضح فهو ان الكباري اللي ما بين الفيلم ده وما بين باقي عناصر عالم دي سي مش موجودة حتى بعد الفيلم ما انتهى عندنا مشهدين بعد تتر النهاية ما ربطوناش باي شخصية او اي حدث ممكن يكون شفناها قبل كده ولو ده حصل وانا اللي ما شفتوش يبقى انا بعتادر الغلط عندي عموما فيلم بلو بيتل تجربة نمطية معتادة ممكن نقول عليها مكررة لبطل خارق على ما يبدو كان عنده تاريخ اصلي ومتميز ولكن تأخر جدا في التقديم فبان زي ما يكون صورة من حاجة تانية وفي حواجز كتير ممكن تقف ما بيننا وما بين استساغت فكرة وصوله لدور العرض السينمائي وما اذا كان صالح للاستمتاع ولا لا ولكن لو دخلنا بدرجة اقل شوية من العند رغم ان احنا في الاساس مش لازم ندخل من اساسه بس لو دخلنا بدرجة اقل من العند ممكن نلاقي مسببات داخل احداث الفيلم تدعونا للاستمتاع به وتقييمي للفيلم هو ستة ونص من عشر الف شكر لكم جميعا على مشاهدة حلقتنا ويارد تكونوا استمتعتوا بيها وعاوز اعرف منكم في التعليقات لو دخلتم فيلم بلو بيتل استمتعتوا بيه ولا لأ ولو دخلتم فيلم باربي هل الرسائل بتاعته دي كلها يمكن تجمعها في رسالة واحدة مركزة ولو وصلتوا لحاجة زي كده يارد تقولولي ايه هي في التعليقات الف شكر لحضراتكم على المشاهدة يارد تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيه تشترك لكم الحلقة تأول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ويوتيوب وانستغرام وبي باي